مساء الجمال حبايبي واخواتي هنتكلم عن مباراة الاهلي والترجي مطشين قمة الجمال والروعة مطش في مصر ومطش في تونس هنستمتع في اسبوع واحد بمطشين في منتهى الروعة هنتكلم دلوقتي عالمطش وكمان قبل المطش بيوم او يومين هنتكلم تاني عالمطش وان شاء الله نستمتع بيوم المباراة حبايبي اخواتي في تونس انا دلوقتي ابتدت احل المطشات الكاس وعندكم في تونس وان شاء الله كمان هحل المطشط الدوري الموسم الجديد وده يشرفني طبعا شرفني دلوقتي بلايك للفيديو ومشاركة للفيديو عشان الفيديو يوصل لحبايبنا كلهم في تونس وكمان اعمل اشتراك في القناة سريعا مباراة الاهل والترجي مباراة قمة سلاس الوسط هنا وسلاس الوسط هنا هم اللي هبع عندهم كلمة السر لانه وسط ملعب الترجي يشبه كتير جدا وسط ملعب الاهلي سلاس الوسط هنا شبه بعض والسلاس الوسط هنا شبه بعض ازاي؟ هتلاقي هنا كلبالي وبالرمضان والشعلالي تلاتة وسط ملعب بيتحكموا في الفريق بتحكموا في السيطرة والاستحواز واللعيبة كرة تقال وعندهم خبرة النادي الاهلي كذلك افشا والسولاية وديونج التلاتة دول لما بيبقوا كويسين النادي الاهلي بيبقى كويس التلاتة دول بيفرقوا والتلاتة دول بيفرقوا يوم المباراة التلاتة سواء الترجي او الاهلي اللي فيقين واللي اقصر استحواز واللي اقصر ثقة واقصر تركيز هم اللي هيخلي فرقته تكسب المباراة ليه بقى؟ لان في الهجوم هنا في عيو وفي الهجوم هنا في عيو المدافعين متشابهين شوية لكن الهجوم في النادي الاهلي هتلاقي الطرف اليمن حسن الشاحات بعيد عن مستوى والطرف الشمال طاهر يوم كويس ويوم وحيش لا يوجد سباك في الاتنين لكن الشريف مهاجم كويس الشريف مهاجم كويس الترجي العكس المهاجم بتاعهم عبدالباسد مش هو المهاجم ولكن عندهم البدري والهوني لا تقال يبقى متشابهين هنا فرود الترجي عندهم الهوني والبدري عندهم خطورة لكن عبدالباسد مش كويس النادي الاهلي العكس شريف هو الكويس لكن الاطراف مش فايقين فمتشابين شوية في المهاجمين لكن انا من رأي ان وسط ملعب الترجي عنده كلمة السر ليه؟ لان وسط ملعب النادي الاهلي فيه لاعب معدوش خبرة عنده عشرين سنة خبرته لسه هيبقى خايف هيبقى مرعوب هيبصي غلط كتير هيعمل فاولات كتير لكن السلاء يقافش عندهم خبرة طيب الترجي لا الترجي السلسة بالرمضان والشعلالي وكل بالي لا خبرات وتقال في الملعب فوسط الملعب اللي هيبقى مية مية هو اللي هيكسب فرقته في حاجة تانية بقى نهائية النادي الاهلي افضل شوية من الترجي في حتة التهديف النادي الاهلي في حتة التهديف هتلاقي الترجي اللي بيجيب له الجواني الشعلالي شوطة من رمضان شوطة وبتعوص الملعب المهجمين بتعوص الترجي بقاله فترة ببيخلصوش اهداف غايب عنهم التهديف لكن النادي الاهلي لا شريف شغال بيسجل صلاح بيسجل صلاح محسن افشة رجلي مصبوطة عالجون بيسجل على طول في المطشاط اللي هي زي المطش الترجي والاهلي ده هيبقى في فرج هتلاقي افشة بيسجل ولكن الترجي يتفوق على اهلي في حتة مهمة جدا هي اطراف الهجوم البدري والهوني اذا كان الترجي هيبقى في يومه في المطش ده يبقى ممكن يكسب الاهلي من ناحية الهوني والبدري لان الهوني هيلعب عليه محمد هاني محمد هاني دفاعيا خفيف ولغة الكورة مش تقيل في الدفاع مثل احمد فتحي مثلا خفيف ممكن يتعدى منه والهوني لو كان في يومه ومركز ممكن يبقى هو مكسب الترجي يبقى النادي الاهلي ليه نقطة في التفوق والترجي ليه نقطة في التفوق النادي الاهلي نقطة التفوق اللي عنده انه عنده لعيبة رجليها رايحة عجون هدفين شريف وصلاح محسن وافشن الترجي لا الترجي اللي بيجيب له الاهداف لعيبة نص الملعب من تصويبات انا شفتوه ماتشين ثلاثة مفيش حد بيسجل الا لعيبة وسلم ما عندهوش مهاجم زي شريف بيسجل وصلاح محسن يقول الاهلي يتفوق هنا على الترجي والترجي يتفوق على الاهلي لان اطراف المهاجمين بتوع الترجي اخطر النادي الاهلي اطراف الهجوب بتوع الحسين الشاحات بيتغير وفي مشاكل وبتاع والناحية التانية طاهر محمد طاهر ماتش يلعب لك كويس وماتشين تعبين انما الترجي لا الهوني والبدري خبرات كبيرة جدا ولو هم كويسين يبقى ممكن الترجي يكسب طيب الاهلي لو الشريف نشيت معي وصلاح محسن وقفشة كالعادة يجيبوا جوان يقول الاهلي هيكسب يعني قدرت على قد ما اقدر كده في دقائق بسيطة هقول لكم الشكل اللي هيبقى موجود في الملعب وان شاء الله انتظروني قبل المطش بيوم او يومين هافكركم كده بحاجات فنية تانية ان شاء الله شرفني باشتراكك في القناة وانا سعيد جدا 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 بتعليقات اخواتي تونسيين على كل فيديو كل تعليق بقراه وبتعلم منه وبفهمه وتناقش مع اللي بيعلق لي لان فعلا بيفدني انت اخواتي شرف لي ان بحلل مطشات الترجي والنجم الساحل وكل الفرق التونسة وانتظروني كمان اول ما الدورة يبدأت ليني بحلل مطشاتكم ومطشات الكاز دلوقت انا بحللها كمان شرفني بالشراكك في القناة واعمل لايك للفيديو ومشاركة للفيديو ده عشان يوصل لاخواتنا في تونس كلها شكرا